موسيقى مقطع ثاني رسالة كتب بها الشيخ شمس الدين أبو عبد الله الذهبي إلى الشيخ تقي الدين ابن تيمية رسالة من الذهبي إلى ابن تيمية نحظ رسالة من الذهبي إلى ابن تيمية من الطالب من التلميذ إلى أستاذه من المغرر به إلى المغرر من التائب من المستغفر من التائب إلى المغالط والمصر على الإثم والعدوان لاحظ هذه تكشف حقيقة المنهج التيمي سواء كانت هذه صادرة من الذهبي أو ممن نقل عن الذهبي وممن نقل عن من نقل عن الذهبي وهكذا في سلسلة الرواة والناقلين إذن هذه تكشف الحالة التي كان فيها ابن تيمية حقيقة ما كان فيه ابن تيمية حقيقة تصرف ابن تيمية ونهج ابن تيمية وما قام به ابن تيمية تبين حقيقة الانحراف عن الدين حقيقة البدعاء والضلالة والتوحيد الأسطوري الخرافي التفت جيدا الآن نحن لسنا بصدد الآن ننقل عبارة عن مقلدة وعبارة عن ببغاوات ننقل من هنا ومن هناك لا نحن لو كل العالم كل العلماء من أهل الخرافة والجهل والعقول المتحجرة أيدت وصدقت وأمضت لابن تيمية فنحن أبطلنا ما أتى به ابن تيمية جملة وتفصيلة بالبسيط الجامع المانع بالدليل البديهي الضروري الواضح السلس المانع إذن لم نأتي بإدعاءات ولم ننقل الكلام من فراغ ومن تقليد لكننا أعطينا الدليل ووثقنا الحجة وأوصلنا الحجة وبعد هذا نأتي بإشارات بمؤيدات بتنبيهات بتوضيحات بإحتجاجات وأدلة وبراهين وموارد تؤسس لحجة دامغة في أذهان أكبر عدد من من الإنسان من بني البشر بل حتى من البهائم إذن الآن المهم في هذه الرسالة أنها تكشف ماذا كان يرى المجتمع في منهج ابن تيمية تكشف لنا السبب الذي اجتمع من أجله أئمة المذاهب فأفتو ب قتل ابن تيمية بخروج ابن تيمية من الدين واستحقاق ابن تيمية القتل هذا هو المهم هنا أنا قلت هذا حتى لا تتعب نفسك مع مدلسة الرب الأسطوري عندما يأتون إلى الصوفية إلى الأشاعرة إلى المعتزلة إلى الشيعة إلى الجهمية تسمعون هذا يتكرر عن أئمتهم يقول إمامكم قال عنكم كذا شيخكم إمامكم تاب في آخر حياته صار من السلفية وعندما يأتي عن شخص من السلفية أو من يدعون أنه من السلفية وتأتي بما ذكره هذا الشخص بما يخالف النهج السلف والنهج السلفي الأسطوري المكفر الإرهابي هذا الذي نقصد به ماذا يقولون يقولون تاب آخر حياته رجع إلى السنة أو يقولون لم يصدر منه هذا الأمر هذا افتراء عليه هذا كذب عليه لم يصدر منه إذن لا يهم الآن يصدر هذا الكلام من هذا الشخص أو من ذاك الشخص المهم الآن عندنا ما هي الحالة الاجتماعية المجتمعية المشاعة في مجتمع ابن تيمية وفي عصر ابن تيمية عن ابن تيمية وعن منهج ابن تيمية سواء قال بهذا الذهبي أو غير الذهبي هو الذهبي مقلد لابن تيمية فماذا يهم سواء أيده أو لم يؤيد لا يهم هذا في المقام نحن أبطلنا وقطعنا رأس الأفعاء المدلسة وأفعاء التدليس التيمي يبقى الذنب هنا والأذناب هنا والأذناب هناك هذه لا تؤثر لأننا حطمنا رأس أفعاء التدليس والإرهاب والتكفير هذا هو كافي فماذا يؤثر الأذناب لا تأثير لهم